تعلمنا القليل عن الجاذبية الأرضية تعلمنا القليل عن الكهرباء الساكنة حان الوقت لتعلم شيء جديد قوة الكون على الأغلب هذه ثاني أشهر قوة معروفة بجانب قوات الجاذبية وهي المغناطيسية المغناطيسية ومن أين أتت هذه الكلمة؟ حسناً أعتقد أن العديد من الحضارات وجدت الأحجار المغناطيسية ووجدت مكوناتها مكوناتها مكونات مغناطيسية وهي تجذب مكونات أخرى تشبهها أي مغانة أخرى أو حتى تجذب أشياء معدنية كالحديد أو المعادن الحديد ويسمون الأحجار المغناطيسية بلودستون لذلك كما أظن جاء المصطلح من وراء تسمية هذا أنهم وضعوا الاسم بسبب أن الأحجار المغناطيسية وجلت بالكرب من ولاية ماغنيشيا ولاية ماغنيشيا بالحقيقة أعتقد أن الناس الذين عاشوا هناك كانوا يسمون هذا مغناطيس وبإمكانك استخدامك بيدل لتعرف أكثر مما أعرف عن الموضوع على كل حال سأركز على معرفة ما هي المغناطيسية وأعتقد أن أكثرنا لديه خبرة عملية على الأقل في ماهيته جميعنا لعبنا بالمغناطيس وتعلمنا مع البوصلات لكن سأخبرك الآن ما هو بالضبط وبعمق كبير وأعتقد بإنصاف لأحد غيري يعتقد ذلك أننا نستطيع رياضيا فهمه وتلعب به ورؤية مدى ارتباطه بالكهرباء بالحقيقة سنعرض أن قوة الكهرباء الساكنة والقوة المغناطيسية هما بالحقيقة متشابهان فقط تم عرضهما من مصدر إطاري مختلف أعرف أن هذا يبدو معقد جدا وغيره من الأمور لكن في عالمنا الكلاسيكي نعاملها ككوتين مختلفتين لكن الذي أقوله هو بالرغم من أننا اعتدنا على المغناطيس كما اعتدنا على الجاذبية بالضبط مثل الجاذبية المصطلح أيضا غامض عندما نفكر بجدية ما هو كذلك هي المغناطيسية مع قول ذلك فلنحاول على الأقل محاولة العمل على فهم كيفية تعاطي مع المغناطيسية جميعنا معتدين على المغناطيس لا لم أريده أن يكون أصفر أستطيع جعل الحدود صفراء لا أريدها أن تكون كذلك أيضا إذا كان هذا مغناطيس نحن نعرف أن المغناطيس له قطبان له قطب شمالي وقطب جنوبي هذه تسمية المتفق عليها لأن الناس عندما اكتشفوا الأحجار المغناطيسية لأول مرة أو أخذوا الأحجار المغناطيسية ومغنطوا إبرة باستخدامها بعد ذلك وضعت الإبرة على دلوء ما تلك الإبرة أشارت إلى القطب الشمالي للأرض وقالوا بما أن الجهة من الإبرة التي أشارت إلى القطب الشمالي فلنسميها القطب الشمالي ووجه الإبرة التي تشير إلى القطب الجنوبي عذراً الجهة الإبرة التي تشير إلى الجنوب الجغرافي للأرض سنسميه القطب الجنوبي وطريقة أخرى لوصفه إذا كان لدينا مغناطيس اتجاه المغناطيس أو جهة المغناطيس إذا تم سماح له بالحركة بدون احتكاك باتجاه شمالنا الجغرافي نسمي هذا القطب الشمالي والجانب الآخر هو القطب الجنوبي هذا في الحقيقة بوضوح بإمكاننا تسمية بإمكاننا تسمية تسمية قمة الكرة الأرضية القطب الشمالي أنت تعرف أن هذا هو القطب الشمالي ونسمي هذا القطب الجنوبي وهناك نظرية أخرى لشمال المغناطيس حيث كما أعتقد يمكنك القول أنه هو حيث البوصلة النقطة الشمالية البوصلة ستشير إليه بالحقيقة الشمال المغناطيسي يتحرك لأن لدينا العديد من المواعع المتحركة في الأرض ومجموعة من التفاعلات إنه تفاعل معقد لكن الشمال المغناطيسي المغناطيسي تقريبا في شمال كندا لذلك الشمال المغناطيسي قد يكون هنا لذلك هذا قد يكون هنا وجنوب المغناطيسي لا أعرف يستطيع التحرك قليلا هنا إنه ليس في المكان نفسه لذلك هو يبتعد قليلا عن محور القطب الشمالي الجغرافي والقطب الجنوبي وهذه نقطة أخرى مربكة شمال المغناطيس هو الموقع الجغرافي الذي يشير إليه القطب الشمالي للمغناطيس لكن هذا قد يكون القطب الجنوبي إذا تم عرض الكرة الأرضية كمغناطيس لذلك إذا كانت الكرة الأرضية مغناطيس كبير يمكنك في الحقيقة عرض ذلك على أنه قطب جنوبي وهذا الشمالي والقطب الجنوبي الجغرافي هو القطب الشمالي للمغناطيس وباستطاعتك كراءة المزيد عن ذلك في وكيبيديا لكن بشكل عام عندما يشير معظم الناس إلى الشمال أو جنوب المغناطيس هم يتحدثون عن المنطقة الجغرافية الشمالية والقطب الجنوبي هو المنطقة الجنوبية الجغرافية لكن السبب وراء أنني كنت بهذا التمييز هو أننا نعرف عندما نتعامل مع المغناط تماما مثل الكهرباء أو علم الكهرباء الساكنة لكن سأعرفك فرق جوهري باختصار وهي أن الأقطاب المختلفة متشابهة لذلك فإن هذه الجهة من المغناطيس تنجذب إلى القطب الشمالي للأرض أو الشمالي المغناطيسي للأرض حقيقة يجب أن يكون القطب الجنوبي للمغناطيس وبالعكس القطب الجنوبي لهذا المغناطيس سينجذب للجنوب المغناطيسي للأرض الذي هو حقيقة القطب الشمالي للمغناطيس الذي نسميه الأرض على كل حال سأخرج الكرة الأرضية من المعادلة لأنها ستكون مربكة وسنبقى على هذا المغناطيس لأنه يبدو أكثر ملاءمة فالأمسح هذا حسنا هيا سأمسح هذا أيضا أتساءل إذا كان عنصر المغناطيسي تم اكتشافه أولا في مانغنيشيا أيضا ربما وأنا حقيقة بحثت عن الماغنيشيا وجدت أنه لم يكتشافه في مانغنيشيا لكن يحتوي المغنيشيوم فيه لذلك أعتقد أن جذوره قد تكون في مانغنيشيا إذا كان المانغنيشيوم تم اكتشافه في مانغنيشيا على كل حاليك في الحديث عن مانغنيشيا نعود إلى المغانط إذا كان هذا مغناطيس ولتتركني أرسم مغناطيس آخر حقيقة إذا ما كنا أطفالا أن هذا الكتب الشمالي وهذا الكتب الجنوبي الكتب الشمالي سينجذب إلى الكتب الجنوبي لمغناطيس آخر وإذا قلبت المغناطيس سيتنافر مع الشمالي سيكونان مغناطيسيين متواجهان سينفر أحدهما من الآخر لدينا هذه النظرية تماما كما كان لدينا في علم الكهرباء الساكنة باختصار المغناطيس يولد مجال إنه يولد هذه المتجهات حوله إذا وضعت شيء في المجال يمكن أن يتأثر به وسيكون هناك صافي القوة الذي سيؤثر عليه بها لذلك بالحقيقة قبل أن أتحدث في المجال المغناطيسي أريد أن أتحدث عن تمييز ضخم بين المغناطيسية وعلم الكهرباء الساكنة المغناطيسية تأتي دائما في هيئة ثناء القطب ما معنى ثناء القطب؟ تعني أنه بإمكاننا الحصول على قطبين الشمالي وجنوبي في علم الكهرباء الساكنة لديك شحنتين لديك شحنة موجبة وشحنة سالبة إذن لديك شحنتين لكن يمكن أن يكونوا بمفردهم يمكنك أن تأخذ قسم فقط لا داعي لأن يكون هذا بجانبه يمكنك أن تأخذ قسم وسينشئ مجال إلكتروستاتيكي وخطوط المجال هي التي تنتج من نقطة الشحنة الموجبة وستتنافر لذلك ليس من الضرورة تواجه الشحنات السالبة بنفس الطريقة يمكنك فقط الحصول على إلكترون ولا داعي للحصول على بروتون لذلك يمكنك استخدام قطب أحادي هؤلاء يسمون أحاديون القطب عندما تملك الشحنة عندما تنتحدث عن الكهرباء الساكنة لكن مع المغناطيسية دائما لديك قطب ثنائي إذا أخذت هذا المغناطيس الموجود هنا وقطعته بالنصف بطريقة ما بإعجوبة كل النصف سيتحول إلى مغناطيس آخر حيث إذا كان هذا سيكون شمالي هذا سيكون الجنوب وهذا الشمال الحقيقة نظريا لقد قدرت قد يكون هناك شيء كمغناطيس أحادي القطب على الرغم من أنه لم تتم لحظته في الطبيعة كل شيء رأيناه في الطبيعة ثنائي القطب بإمكانك الاستمرار في قطع هذا كل المسافة نزولا إذا بقي إلكترون واحد تبين أن الإلكترون واحد يبقى مغناطيس ثنائي القطب يبقى يولد يمتلك قطب شمالي وقطب جنوبي حقيقة لكل المغناطيس تبين أن المجال المغناطيسي تولد حقيقة بوسط الإلكترونات بداخله بدوران الإلكترونات وأنتم تعلمون عندما تحدثنا عن دوران الإلكترونات تخيلنا كرة من الشحنات تدور لكن الإلكترونات تعلمون ذلك الصعب لأنهم يمتلكون كتلة لكن تبدأ تظهر بشكل غائم وتمثل كتلة أو طاقة وبعدها كيف تتحرك كرة الطاقة لذلك يصبح الأمر تقريبيا خارق للطبيعة لذلك لا أريد أن أتعمق في الموضوع وبصراحة لا أظن أنه يمتلك أن فهمه بديهيا إنه تقريبا بشكل طبيعي لا يمكن العمل به لكن حتى هذه المغانطة الكبيرة التي تعلمون تتعاملون معها المجال المغناطيسي يتولد بدوران الإلكترونات بداخله وبالمجال المغناطيسي الحقيقي المتولد بواسطة بواسطة حركة الإلكترونات حول البروتونات حسناً أمل أنني لم أزد عليكم وربما تقول حسناً كيف يمكن لقضيب معدني أن يتمغنط وأحياناً لا يمكن حسناً عندما تكون الإلكترونات تقوم بأعمال مختلفة عشوائية في قضيب معدني إذا لا يتمغنط لأن المغناطيسي دور أو المغناطيسية التي تنتج بواسطة الإلكترونات تلغى بعضها البعض لأنها عشوائية لكن إذا صفقت دوران الإلكترونات وإذا رتبت اتجاه دورانه تستطيع الحصول على قضيب مشحون مغناطيسياً لكن على كل حال لقد اجتست الوقت على أمل أن هذا يعطيك القليل من المعلومات المفيدة ماذا يفعل المغناطيس وفي الفيديو القادم سأعرفك ما هو التأثير حسناً أولاً سأشرح كيف نفكر بالمغناطيس وبعدها ما هو تأثير المجال المغناطيسي على الإلكترون أو ليس على الإلكترون على شحنة متحركة أراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر